تجي تتكلم على وليد سليمان في لجنة كرة وفي لجنة تخطيط في النادي وفي مدرب وفي غير المدرب كمان انت فاهمني وفي مدرب وفي لجنة كرة زي ما اتفقت معاك وفي رئيس نادي وفي حاجات كتير قوي الملف ده كله لما يجي تجدد لوليد سليمان مش هيتجدد له من رأي واحد بس بيتجدد له حتى الرقم اللي بياخده وليد سليمان افتكر افتكر ان انا شخصيا وليد سليمان بقى شوف عايز اقولك بقى لعيب للنادي الاهلي روح كمان ما وفي لعيبة كتير تلعب للنادي الاهلي ممكن تلعب وتخرج ممكن تلعب وحياتها بتفكر في حاجاتها لكن الروح والخبرة بياتوافرها الفورية ولد سليمان تحس انه تعجن عندنا وتربى عندنا وفي النادي الاهلي ما نفس الاعوامل دي توافرت في حسام عشور وفي احمد فتحي وشريف اكرامي والتلاتة مشيو لا شريف اكرامي اولا راح يلعب علشان دي حرس مرمى موضوع شريف اكرامي لازم نعرف انه حرس المرمى بيحب انه هو يلعب كتير واي حرسة مرمى في اي حتة في العالم حرس المرمى كلهم بيوقفوا وقت كبير او بيبقوا اساسيين هو ملقاش نفسه اساسي قعد مع الناس وقال له ما انا عايزة لها لانك ما تعرفش يعني ما تحصلش انك تدي واحد مطش وواحد مطش الشناو في الفترة دي هو اللي راكب وهو زي ما كان شريف في الفترة اللي قبل كده راكب وبيلعب على طول واللي تحت شريف واللي موجود مشيو مشيو